هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضبه لمن أنكره بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدل الظلمات والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات يسمع ضجيجا الأصوات على اختلاف اللهجات وعلى تفنن الحاجات والعبارات فلا يشغله سمع أنسمع ولا يتبرم بإلحاه الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه وجزيل شكره ثم الصلاة والسلام وعلى عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى نبي الهدى وكامل المعنى وعن رب العالمين يروى فضائله الحسنى هو القريشي الهاشمي الذي له مناقب حسن لا تبيد ولا تفنى صلى عليه ربنا والآل والصحب وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلم واعلموا أن من اتقى الله وقاه وهو خير زاد يتزود به الإنسان من دنياه إلى أخرى وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة تقوى الله سبحانه وتعالى سبيل النجاح والفلاح إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك وقتدر عباد الله خطبتنا اليوم في الأمن الذي ضده الخوف فضله ومكانته وأهميته لا يخفأ إذ به يحفظ الدين والأعراض والأموال والدنيا لن تستقيم إلا به ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أهل قريش إذ كفروا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنعم الله عليهم بنعمة الأمن والأكل فقال فليعبدوا رب هذا البير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والأمن له قواعد وأسباب لبقائه ولعدم عدامه أولا عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته واجتناب الشرك الذي هو ضد التوحيد والذي هو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه فالله الذي خلق الإنسان وأوجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له وأن يدعوه سبحانه وتعالى وحده وأن يتوكل عليه ويستعين به وينيب إليه وأن لا يشرك به شيئا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ثانيا شكر الله سبحانه وتعالى بما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام ونعمة صحة الأبدان ونعمة الأموال والسكون في الأوطان قال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فَكَفَرَتْ بِعَنْ عُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ثالثا طاعة الله سبحانه وتعالى وَاجْتِنَابُ مَعَاصِهِ فَإِنَّ قَوْمًا إِذَا أَظْهَرُوا مَعَاصِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِبْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْفِتَنِ وَالْمِحَنِ مِنْ سَفَكِ الدِّمَاءِ وَالسَّرْقَةِ وَغَيْرِهَا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ مَا عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهِ وَآتَوُوا الصَّلَاهِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَىٰ آخِرِ مَا سَنَذْكُرُوا فِي هَذِهِ الْخُتْبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَوِيْنَّام يَا دِيَنْ بِيَنْ بِرْصَبَةِ يَا بُنَنْ سَفَنْجِلْ سَبَةِ تَعَالَسِمُورِ يَا دَيَنْ سَبَةِينَ تَعَالَهِ تَعَالِلِ تَعَالَるَسَابْيَ توبنِن ر recurs me ی إن دول Regina هم يَا دَكَ يَا فُوِيْنَام بَرَكَرُ إِلَىٰ يَمْنَسَدَ هَبَالسُ هَنَذْا يَا دِيَطَابَةِ لِلِيَنْ سَبَةِological يَا دِيَنْ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 والحمد لله رب العالمين